في هذا الفيديو سأشحلكم كيفية فتح النسخ الاحتياطية في تطبيق جوجل درايف إذن العديد مننا طبعا يقوم بربط عدة حسابات ويقوم بنسخ أو عمل نسخ احتياطية وربطها بجوجل درايف لكن عندما يريد فتحها أو رؤيتها أو إيجادها لا يعرف ذلك في هذا الفيديو سأعرفكم على الطريقة إذن نفترض مثلا أنك قمت بعمل نسخة احتياطية في الواتساب وتريد مثلا إيجادها في موقعك أو في عفوا حسابك أو فتحها في وغل درايف ما الذي ستقوم به عزيزي المشاهد؟ أولا مثلا لو ذهبت إلى الواتساب بهذا الشكل ثم نقرت هنا في العالة على النقاط الثلاث ثم نقرت على settings بعد عزيزي المشاهد هنا تنزيل إلى أسفل وتنقر على chats هنا في الأسفل تنقر على chats backup بعد عزيزي المشاهد هنا ما الذي قمت به أنت قمت بالنقر على backup بعدها تم عمل نسخة احتياطية من الواتساب أو من رسائل الواتساب الخاصة بك الآن تريد إيجادها مثلا في وغل درايف ما الذي ستقوم به؟ تذهب إلى موقع أو تطبيق وغل درايف من هنا ها هو تنقر عليه طبعا أول شيء تتأكد منه عزيزي المشاهد هو الجيميل الذي قمت بتشجيل الدخول به إلى جوجل درايف أن يكون نفسه نفسه والذي قمت بعمل به عمل به نسخة احتياطية في الواتساب أو في أي مكان آخر ما الذي ستقوم به الآن عزيزي المشاهد؟ كما تلاحظون هنا لا يظهر أي شيء موجود هنا ما الذي ستقوم به؟ تنقر هنا في الأسطورة الثلاث بعدها عزيزي المشاهد تنقر على backups كما تلاحظون هنا ستظهر لك طبعا backups أو النسخة الاحتياطية الخاصة بك التي قمت بتحميلها من مواقع أو من حسابات معينة الآن إذا لم تظهر معك عزيزي المشاهد ما الذي ستقوم به فقط قم بتغيير الأكاونت تأكد أن يكون الأكاونت هو نفسه الذي قمت بعمل به نسخة احتياطية أقرر لأن هذه الخطوة مهمة إذا لم تجد هنا طبعا النسخة الاحتياطية أما إذا وجدتها فهذا صحيح طبعا شك بشيء هذا أمر عادي أما إذا لم تجدها فتأكد من الجيميل فقط أو من الأكاونت فيمكنك النقر على change account أو هنا تنقر مباشرة عفوا change account ثم يمكنك طبعا تغيير الأكاونت بالنقر هنا في الأعلى وتغيير الحساب الجيميل الذي تريده بعدها تنقر في الأسطر الثلاث وتنقر على backups وستجد الحسابات الخاصة بك عفوا النسخة الاحتياطية الخاصة بك في هذا المكان ويمكنك فتحها بهذا الشكل أو طبعا إذا ناري يا أخواني كيفية فتح نسخ الاحتياطية في جوجل جرايب أتمنى أن تكون طريق مفهومة والشرح أيضا أشكركم على المشاهدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر